بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في كناة تفسير احلام والركيا الشرعية. اه النهاردة هنتكلم عن اه عن رؤية الفستان القديم. ورؤية الفستان القديم ليه اكتر من اه معنى او ليه اكتر من حيلة ممكن نشوفها بيه. ممكن اه نشوف فستان قديم كان عندنا زمان ورجعنا لبسنا تاني. او كمان اه لو شفنا ان احنا حد ادينا فستان بتاعه او او لبسنا فستان كان مستعمل كان فيه حد لابسه قبل كده. او اه احنا اشترينا فستان قديم او شفنا نفسنا لابسين فستان قديم. اه متسخ مسهلا او ممزق او متقطع. اه هنعرف اه معنى الرموز دي بشكل عام. اولا لبس الفستان لما تشوف المرأة بشكل عام انها لابسة فستان اه كان بتاعها بتاعها زمان. رجعت لبسيته تاني. اه بشرط ان هو يكون اه نديف ويكون مرتب. اولا بيدل على اه عودة علاقة اه مع شخص اه كان فيه بينهم انفصال او كان فيه بينهم خصومة. والخصومة دي استمرت اه لسنوات. فا اه دي عودة علاقة مرة تانية. اه الملابس القديمة المقطعة. اه رؤية الملابس المقطعة في المنام. اه للاسف بتطلع على قطيعة. اه قطيعة مع الاهل او قطيعة مع الاصحاب. اه ممكن كمان دي تقوله على خصومة. على عداوة. اه كمان لما يشوف الرأي ان هو لابس ملابس اه قديمة بشكل عام. اه او لابس الفستان قديم. فمعنى كده انه هيتعرض لمتاعد في حياته اه بشكل عام. اه كمان اه خصوصا لما يشوف الملابس بقى موزقة. الملابس او الملابس اه لها رائحة غير مستحبة او الملابس متسخة. كل دي من الرموز اللي بتكون غير اه مستحبة. اه اه رؤية الرجل بقى انه اه ملابسه انه يشوف انه ملابسه معمولة كوم كده او مقدسة فوق على الارض. اه فمعنى كده انه هو هيلاقي متاعب كتير ومصاب كتير هتلحقه. فحياته اه بشكل عام. كمان لبس الملابس القديمة للرجل اه ده ديون وازمات مادية هو هيتعرض لها. لما يشوف انه هو اتخلص من الملابس دي فمعنى كده انه هيتخلص من هموم من مشاكل من حزن اه من همكان اه بيمر بيه. الفتاة العزباء بقى لما تشوف انها لبس افتتان اه قديم. وشكله مش متردد وشكله مش حاله. فده للأسف تقولها على متاعب. اه على صعاب ممكن تواجهها على اه ممكن اه تتواجه الصعاب دي مثلا في حياتها الشخصية اه لو كانت مرتبطة او كان في مشروع اه زواج. كمان ممكن تقول ممكن العقبات دي في اه ناحية مادية او من ناحية الاموال. كمان لما تشوف الفتاة العزباء ان ملابسها برضو متكومة كده اكون او مكدسة فوق بعضها فدي برضو اه غم وحزن شديد هيتمر بيه. لو شافت بقى ان هي لبسة ملابس اه مستعملة بتاعة حد قبل كده او حد اديها اه ملابسها. فمعنى كده ان هي هترتبط بشخص الشخص ده اه هيكون سبق للزواج. اه ممكن يكون رجل مطلق او ارمل او مدزوج. اه خصوصا لو شافت ان في امرأة هي اللي بتديها مسلا عبايتها او بتديها فستانها. فمعنى كده ان هي هتتزوج من رجل اه مدزوج او رمل سبق للزواج. كمان لما تشوف ان هي بتشتري بقى ملابس اديمة او ملابس اه مستعملة. فا اه للاسف بتدل على يعني قلة حيلة اه ليها كمان بتدل على اهم على فكر ممكن اه تمر بيه. كمان الملابس البالية او انها تشوف ان هي لبسة فستان اه بالي او انها اشتريت فستان بالي او فستان قديم او فستان مرأ يعني في رؤع او فستان متسخ كل دي هم ومتاعب للأسف هتتواجهها. اه كمان لو شافت ان هي هي لبسة اه يعني اه ملابس مسلا اه اه فستان ابيض ولكن الفستان الابيض ده برضو في اه يعني فستان زفاف وفي برضو اه مش نديف او مش او اه ممزق فمعنى كده ان هي هتتزوج من شخص لشخص ده هيكون في اه عيوب او هيكون في عيب. اه كمان لو شافت ان هي يعني بدت حد بهديها بآ فستان. اه فده حب ومواد ده بينها وبينه وبين الشخص ده كمان ممكن تدل على خاطب. اما لو كان فستان ده مزق او فستان قديم فده هيكون الشخص ده سبب في حزن لها او في هم لها. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف ان هي لبسة ملابس آآ قديمة فده آآ للأسف بتدل على هموم وعلى مشاكل وعلى حزن ممكن آآ تمر آآ بيها. كمان لما تشوف ان الملابس بتاعتها او ملاقة الورفستاء او الفستان بتاعتها او وضمها متكومة برضو كده فوق بعض فده اهم ومتاعب ممكن آآ تقابلها. آآ كمان المرأة المطلقة لما تشوف ان هي لبسة ملابس قديمة فهي معناها ان هي بتمر في فترة شوية فيها حزن وفيها اكتئاب. الملابس الممزقة او القديمة او البلية معنا كده ان هيتشد عليها او الهم ده هيكون شديد عليها قوي. المرأة المطلقة كمان لما تشوف ان هي يعني بترمي آآ ملابسها او فستانها القديم آآ في في القمامة او بتتخلص منه فمعنا كده ان هي تخلص آآ من حزن من هم من ديئة كانت بتمر بيها. برضو زي العزباء لو شافت ان هي في حد بيهديها فستان مستعمل قبل كده او كان ملبوس قبل كده او حد بيديها الملابس يعني مرأة بيديها الملابس بتاعتها فبمعنا كده ان هي تتزوج آآ من رجل لاما متزوج لاما سبق ليه الزيج. آآ ده كده باختصار رؤية الفستان القديم آآ فصرناه للعزباء للمتزوجة وكمان للمطلقة. آآ وكمان فصرنا الملابس آآ القديمة بشكل عام للرجل آآ باتمنى ان يكون اللي فيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت وان شاء الله رتع لكم. آآ بشكلكوا جدا وشكوا ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. اشتركوا في القناة 잘� اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر